السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير أينما كنتم صراحة اليوم استوقفني من أحد أفضل المواقع اللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأننا لازمنا مستمرين في متابعة وملاحقة أدوات الذكاء الاصطناعي الفئة الكبيرة اللي يخدمها هذا الموقع اللي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المصورين والمهتمين في تصميم المنتجات وأصحاب المتاجر الإلكترونية والعندهم منتجات وحابين يعرضونها بشكل جيد وبدزاين حلو خلونا نتعرف على موقع بيبلي هذا الموقع طبعا من المواقع اللي استوقفتني وحبيت أسوي حلقة كاملة بالخصوص هذا الموقع حبيت أسوي حلقة كاملة بخصوص هذا الموقع الجميل طبعا راح أترك لكم رابط الموقع في أسفل الوصف عشان تجربون هذا الموقع وتستفيد منه الموقع طبعا راح أعطيك 40 صورة تجربة يومية أو تجربة مؤقتة 40 صورة طبعا 40 صورة جيدة جدا عشان تشتغل عليها راح نجرب الموقع ونشوف إيش الكواليتي وإيش الجودة اللي راح يطينا هنا طبعا هو من المستوى المتوسط إلى المستوى الجيد مبدئيا لكن المواقع اللي تستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي مثل هذا الموقع قابلة للتطوير لأنه خلفها فريق مبرمج وفريق مطور راح يطور هذه الأداء انت احفظ هذا الموقع عندك وجربه لكن السنة القادمة والسنة القادمة راح تلاقي أدوات جديدة أضافوها لهذا الموقع وتلاقي أشياء تحديثات زيها زي أي تطبيق أي موقع يتم التحديث عليه ويتم التحديث على آلية الذكاء اصطناعي فيه لكن الآن النتيجة اللي يعطينيها صراحة نتيجة مقبولة جدا ومبهرة خلال 15 ثانية 10 ثواني يعطيك نتائج مبهرة جدا أولا ما تدخل الموقع طبعا هذه واجهت الموقع طبعا أنا قنت بتجربة الموقع مسبقا أضفت عدة منتجات وجربت الموقع وظهرت لي الصور وظهرت لكم الصور اللي شفتوها في الصورة المصغرة أو في بداية الفيديو الآن راح أقوم برفع منتج معين طبعا راح يتضغط لكم الواجهة بالطريقة الآن أبدأ برفع منتج معين من جهازي الحاسوب طبعا هو شرط أنه تكون المنتجات اللي عندك خلفيتها بيضاء يعني المصورين عندهم طريقتين طريقتين لتصوير المنتجات الطريقة الأولى أنه يصور المنتج مع أشياء جمالية مثل مثلا عنده منتج عطري يحطوا فوق صخرة أو بجنب جبلة من رمل حسب نوع العطر هذا وحسب رائحة العطر يصور العطر بأشياء جمالية طبعا هذا راح تكون مكلفة عليه راح يجيب عدة أشياء وعدة عناصر ويصور المنتج مع عناصر مع إضاءة معينة فرح تكون مكلفة من أحية الوقت ومن أحية المادة والطريقة الثانية يصورها بطريقة أنه تكون خلفية العنصر أو خلفية المنتج تكون شفافة تكون بيضاء تكون خلفية المنتج خلفية بيضاء أو لون ثاني حسب ذوق المصور ويأخذها وين يروح وديها أعلى الفوتوشوب ويبدأ يضيف العناصر والأشياء اللي راح تصنع جمالية الصورة طبعا اليوم هذا الموقع هذا الموقع اللي راح أشرحه الآن يؤدي الدورين الدور الأول أنه يزيل الباكراوند الخلفية للمنتج والدور الثاني يبدأ بإضافة العناصر للمنتج ويعطيك يا بديزاين حلو ومنظر حلو خلونا الآن نرفع الصورة مثلا أنا عندي عدة عناصر أقوم برفع مثلا صورة الكاميرا أقوم برفعها للموقع وأشوف إيش راح يعطيني هذا الموقع وإيش الخدمة أو إيش الصورة والديزاين راح يعطينيها طبعا راح يبدأ الآن بشكل مباشر بتفريغ الصورة من الخلفية البيضاء طبعا أنت تقدر تتحكم بحجم الصورة من الداخل من هنا كيف راح تكون حجمها داخل التصميم بعدما تطي أمر الوصول راح تطلق لك الواجهة الآن يطلب منك أنك تحدد حجم هذا المنتج كيف راح يكون حجم هذا المنتج في الصورة اللي راح تصممها أو راح يولدها عن طريقة ذكاء مثلا أنا أحب تكون بهذا الحجم أعطيه الآن طبعا هنا أعطاني عدة موديلز أو عدة أشكال كيف راح يكون منتجك بهذا الموديلز الآن عندي الكاميرا موجودة منفرغ الصورة راح أختار الآن موديلز من الموديلز اللي يعطينيها هذا الموقع راح أختار موديلز مثلا وليكن هذا الموديلز لونه خلفية سوداء حرير أسود مع إضاءة بيضاء راح يعطيني تجانس مع صورة الكاميرا راح أختار الآن وشوف أيش راح يولد لي وعطيه أمر التوليد وراح يعطيني طبعا هنا الصور اللي راح تتولد بشكل تلقائي وننتظر شوف أيش النتيجة راح تكون من هذا الموقع وشوف ايش الاشياء اللي راح تفاجئنا النتيجة ولا لا نشوف النتيجة الآن للكاميرا صراحة اعطاني اربع تصاميم اربع تصاميم مميزة صراحة لو انا اخذ هذا التصاميم وروح على الفوتوشاب راح تاخذ مني وقت عشان اعدل الاضاءة وعدل الشدو حقها وعدل الاضاءة وعدل الكولرز حق الصورة عشان اطلع بالنتيجة طبعا راح يسمح لك انك تعدل على الصورة اذا كنت انت مشترك بالاشتراك البريمير او الاشتراك المدفوع انا ما احتاج اني اعدل على لون الصورة الصراحة الصورة عجبتني انا كمصور كمصور عندي الكاميرا او المنتج هذا كمنتج عجبتني صراحة لو اعرض هذا المنتج في متجر اكتروني او اعرضه في السوشال ميديا راح يلاقي الكثير من الاعجبات اولا لان الكوليتي عالية والصورة متجانسة كأن الصورة واقعية جدا لو اروح ارفع له الان منتج تاني مثلا انا راح اطلب منه او ارفع منتج تاني عشان اجرب قوة هذا الموقع وايش الاشياء راح يخدمني فيها مثلا الان اجربت منتج اكتروني الان اجرب طعام منتج طعام على سبيل المثان اروح الان ارفع منتج اعطيه الذهبية الصفحة الرئيسية ارفع الان مثلا عندي بورغر الان اشعركم بالجوع شوية لكن تحملوني لانه البرغر صراحة مشهي خاصة في الوقت هذا راح اعطيه البرغر مثلا صورة البرغر هذا المشهية ما شاء الله جميلة صراحة شعرت بالجوع صراحة هل تشعرون بالجوع مثلي؟ خلنا نشوف هذا البرغر طبعا راح نشوف الان اعطيه امر او حفظ الوصول طبعا مثل القائمة اللي شرحت قابل شوي للكاميرا راح يطلب منك تحديد حجم المنتج او العنصر اللي عندك راح تعطيه او تختار المودز اللي انت تحتاجه مثلا عند الطعام عند الطعام مثلا لو يكون صحن او اشياء يكون بجنب الفواكه راح يكون توقع بجنب الفواكه يعني خلنا نشوف شوي شي يعطي البرغر يعني جماليته مكانته عشان هو طعام يختلف عن اي منتج يعني مادي او منتج عطري او منتج الاستخدام الخارجي هذا لكن لازم يكون في مكان خلوا ناخذ هذا الاستوديو ونشوف ايش النتيجة اخترت هذا الاستوديو وعطيه امر التوليد ونشوف ايش النتيجة راح تكون موجودة داخل هذا العنصر والله صراحة يعني الان بدأت اشعر بالجوع الله الله ابدع ابدع صراحة الصورة ابدعية شوف النتيجة الاعطاني اياها صراحة والله الذكاء الاصطناعي خطير لكن النتيجة هي جيدة جدا مبدئيا يعني النتيجة جيدة الان لو اخذ هاي الصورة وروح الفوتوشوب او كمصمم كمصمم انا غرافيك صراحة تاخذ مني وقت طويل تاخذ مني اولا توليد الفكرة وتضبيط الالوان بهذه الطريقة راح ياخذ مني وقت نشوف كيف ضبط لي صورة البورغر وكيف ضبط لي صورة زهرية واعطاني بورتريه للصورة وركز لي على المنتج ركز لي على المنتج وخلى تحت المنتج زي السفرة اللي هي او الغلاف الخاص بالبورغر وخاص بالواجبات السريعة صراحة النتيجة مبهرة جدا 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 مبهرة وابداعية صراحة لو اخذ هذا لو اخذ هاي الصورة واخذها الفوتوشوب راح تاخذ مني وقت طويل وتتعبني في الوقت والجهد انا كصاحب مطعم او كصاحب منتجات انا ليش اروح ادفع مبلغ مالي او اتعب نفسي كمصمم لو انا مصمم مثلا عندي منتج ليش اروح اتعب نفسي في التصميم على الفوتوشوب وعندي اداء توفر لي هذا الاشياء بخمس طعش الى عشر ثواني صبعا الاشتراك في هذا الموقع بعد رخيص جدا لك الف صورة صراحة لو تحسبها او لو تحسبها كمصمم يعني لو تحسبها انت كمصمم او صاحب متجر او صاحب بيزنز يعتبر يعني السعر رخيص جدا مقابل الف صورة باربعين دولار لو ااخذ الان منتج شوف الان طبعا صورة البورغر نستعرض الصورة الثانية اللي اعطانيها للبورغر شوف هنا اعطانيها على خشبة خشبة مطعم صراحة جميل جدا اعطاني الوان دافئة صفراء يعني من الوان نفس المنتج وهذا الجميل يعني عدالي بعد شادو للمنتج او للبورغر ونشوف الصورة الثانية طبعا اعطاني اكثر من صورة عشان بيش يعطيني تجربة اكثر والصورة اللي تعجبني اقدر احملها بثواني معدودة وبجودة عالية تنزل عندي جي بي جي واقدر اخذها ازيد من الكواليتي واكتب عليها اي اي وصف خاص في المنتجات او اي وصف خاص في كمسوق او كصاحب بيزنز او كمصمم او كصاحب متجر لو شوف الصورة الثانية نشوف هاي الصورة الرابعة من البورغر هنا طاني بوكس للبورغر ابيض وخلفية زرقاء خفيفة في لون ابيض دافئ صراحة تيجي بشكل مجمل مبدع صراحة الان لو اروح ارفع له صورة منتج ثالث عطر او اي شي منتج عشان نجرب قوة هذا الموقع بس ونشوف مع بعض الجمالية في هذا الموقع والابداع مثلا عندي ساعة خذونا نشوف الساعة كيف راح يصمب لي الساعة عندي ساعة وعندي مشروب راح نجرب الان الساعة ونشوف كيف راح يعطيني الساعة وكيف راح تكون نتيجة مع هاي الساعة راح نشوف الان هو جاري يزيد الخلفية من العنصر الان فرغ لي الساعة او فرغ لي الباقراون بثواني معدود اعطي حفظ الاصول الان اروح وين تفتح له صفحة ثانية مثل ما تكلمنا سابقا تقدر تحدد حجم العنصر داخل التصميم كيف راح يكون حجمه انا عجبني هذا الحجم اروح اختار مودلز لان اتكلم عن ساعة شي مادي ملموس احتاج له تكون خلفية قوية يعرض في شي كلاسيكي خلونا نشوف ايش صورة مثلا نحطها في هذا الماء في هذا الباقراوند او هذا المودلز اعجبني لانه ايش صورة الساعة قريبة من صورة الماء وتعطي نعكاس انه الساعة ضد الماء وقوية خلونا نختار هذا المنتج او هذا المودلز واعطي امر التوليد وننتظر الصورة الابداعية خلال ثواني معدودة يعطيني صور ابداعية صراحة يعني اقدر اقول انه هاي الصور يعني الجمالية وشوف الصورة هذه النتيجة الابداعية صراحة اسكت صراحة اسكت اسكت يعني الذكاء الصناعي اللي يقول الذكاء الصناعي ما يغلب البشر او ما يغلب البشرية انا ما اتكلم انه ما يغلبهم كبشر او كمصميم نقدر نصنع افضل لكن كسرعة هذا الانتاج كسرعة يعني مستحيل انت كمصمم تطلع النتيجة خلال خمس دقائق أو ثلاث دقائق أو دقيقتين مستحيل مهما كنت انت مصمم بارع وسريع في تصناعة الأفكار ما تقدر تصمم هذا الشيء خلال ثواني معدودة هذه الأدوات الآن تم ابتكارها عشان تسرع الانتاجية للمصممين وتسرع وتخدم البشرية في مهاراتهم وفي تخصصاتهم ايا كانت هذه التخصصات جميع أدوات الدقائق الصناعي تم ابتكارها عشان تخدم البشرية وليس لمعارضة البشرية صحيح راح تفقد وظائف وتفقد اشياء لكن راح تتولد مع وظائف الان انا كمصمم اقدر استخدم هذا الموقع واعرف استخدمه في الطريقة الصحيحة استفيد منه الكثير من المال مقابل انه لو ما كنت اعرف هذا الموقع مسبقا خلنا نشوف النتيجة الثالث الرابعة شوف النتيجة المبهرة اعطاني الان شادو وانعكاس للساعة على سطح الماء رائع جدا جدا ودقيق وكأن الساعة موجودة فعلا من الملتقط الصورة على سطح الماء يعني صراحة جمال مطبيعي ودقة يعني مقبولة جدا 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 مقبولة للمنتجات لصاحب منتجات لصاحب متجر المصور يقدر يستفيد من هذا الموقع بشكل كبير لو انا الآن ارفع له صورة جديدة نجرب عشان نشوف يعني مختلف المنتجات كيف راح تكون صورتها داخل هذا الموقع وكيف راح تكون المنتجات بمختلف أنواعها داخل هذا الموقع لان اخترت صورة كولا العصير كولا خلنا نشوف كيف راح تكون صورة العصير والجووس داخل هذا الموقع ونشوف النتيجة كيف راح تكون بعدها راح يطلب مني تحديد حجم المنتج بعد ما يعطيني حجم المنتج الآن آخر الحجم مثلا هذا الحجم عجبني الآن نحن نتكلم عن عصير بارد وكولا والستايل ستايل قزازي أو ستايل ستايل زجاجي ستايل ستايل زجاجي ونتتكلم عن عصير كولا فيه بعض قطاع الثلج خلا نشوف ايش ايش المناسب لعرض هذا المنتج من المودلز الموجود عندي لو اخذ هذا المنتج عند الفواكه هتوقع راح يكون جميل جدا وراح يعطيني جمالية خلنا نشوف اذا في مودلز ثاني او في باكراوند خلفية ثانية هو الماء راح يعطي بعد جمالية الماء اخترناها قبل شوي للساعة راح يعطيني جمالية الماء لكن خلنا نجرب الفواكه او هذا الستايل شوف في ستايل ثاني خلنا نجرب الفواكه انه تكون كأسة العصير او كأسة الكولا في وسط الفواكه خلنا نشوف ايش راح تكون النتيجة وكيف راح تكون الصورة بشكل مجمل هل هي تكون مقبولة وجميلة ام لا تكون مقبولة وجميلة شوف الآن التوليد للصورة وشوف النتيجة الاولى حتى هو اقام باضافة عصير او باضافة قطعة من الليمون على المنتج فصراحة اعطاني يعني تصور ابداعي للمنتج وبورتريه للخلفية واعطاني هنا صحن صحن او صحن زجاجي واعطاني شدو وانعكاس للمنتج هذا هذه الاضافات ما يركز عليها الا مصمم مقرافك وما يعرف ايش اقصد الا مصمم المقرافك فلانه هذه من اسرار تصميم مقرافك انك تضيف الشدو واضيف تجالس لالوان داخل الصورة خلنا نشوف الصورة الثانية اللي ولد ليها هنا اعطاني قطع بيض وهنا قطع من الاوراق الخضار واعطاني بعد بورتريه وعزل للخلفية وتركيز على المنتج جميل بنوعه ما لكن البيض لا يمكن ان يكون مع الكولا نهائيا بتاتا خلنا نشوف الصورة الثانية هنا ملح وبصل وقطع من الفوائق خضار وبعد هنا ما يعطيني تجاوز تقدر تعدل ايه طبعا بالفوتوشوب بشكل طبيعي تقدر شئ هاي العناصر كلها بالفوتوشوب تعالي اضيف اشياء ثانية متجانسة مع الصورة طبعا هنا نتكلم انه هذا الموديلز يتكلم عن الفوائق عن الخضار وعن المطعم لو عندي قطعة بيزا او قطعة فطائر راح تكون متناسبة مع هذا الموديلز اما العصير ما تكون متناسبة خلونا نختار موديلز ثانية ليه العصير ونشوف ايش الامكانية راح يعطينيها هذا الموقع مثلا لو اختار الماء اكيد راح يعطيني شي حلو لان الماء متناسق مع الكولة ومع قطع الثلج ننترض ثلاثين ثانية نشوف النتيجة مبهرة جدا جدا مبهرة النتيجة خيالية النتيجة ابداعية رشة ماء من فوق من تحت يعني كأن الكأس سقط على الماء او سطح الماء وبدأ يعطيني العكاسات صراحة جمالية بطبيعية لو اخذ الصورة الثانية بعد نشوف الجمالية في الموقع نشوف الدقة والتركيز في تصميم هذا المنتج لو نروح المنتج الثالث او نتيجة الثالثة راح تشوف تلاقي بعد نتيجة مختلفة تماما رشة للماء من فوق ومن تحت طبعا النتائج خيالية ومبهرة كمصمم اشوف ان النتائج مبهرة جدا وخلال الثواني ودقائق يعطيك النتائج صراحة ابداعية لو اروح الان ارفع منتج رابع عشان نجرب الموقع وهذا المنتج الاخير وبعدا نختم هذا الدرس او نختم هذا نختم الحلقة لحلقتنا لو اخذ الان مثلا قطع من الفواكه قطع من الصندوش هذا الصندوش في صحن جاهز خلالوا نشوف ايش يعطينا او ايش النتيجة راح اعطيني او ايش النتيجة راح اعطيني اها قطع من الصندوش اعطيه حفظ الاصول واروح اختار موديلز كما تعودنا وحدد حجم المنتج حقي الان اقوم بتحديد الحجم المناسب بعدين اختار موديلز الان قبل شوي لاحظنا انه نحتاج قطع من الفطائر في هذا الموديلز اللي هو داخل المطبخ اللي اعطيني قطع من الخضار ورشة من البصل واشياء يعني تكون متخصصة في المطعم وفي المطبخ هذا المنتج راح يناسب هذا الموديلز لاتكون ذكي بتحديد الموديلز لانه انا نصحت مسبقا انه لازم كل مصمم وكل مهتم في عالم الذكاء الصناعي يجرب كل مواقع الذكاء الصناعي عشان يتمر ويمارس ويستفيد نشوف النتيجة المبهرة اللي اعطاني اياها للمنتج يعني صمم لي وعطاني تجانس للمنتج داخل صحن واضاف لي على قطع من الخضار وعطاني هنا قطع من الثلج قطع من الزيتون وحبات من الزيتون صراحة يعني النتيجة جميلة جدا وروح النتيجة الثانية نشوف النتيجة الثانية اعطاني رشة ملح من هنا وهنا كأنه صلصة خضار وهنا قطعت او شوكة وعطاني اياها بصحن وصحن لون اخضر وقطع الزيتون يعني جميلة جدا يعني صراحة لو اكتب الان اخذ هذا المنتج وروح اخذ الفوتوشيب اكتب عنصر عنصرين تسويقي او كلام تجميلي للمنتج رح يطلع جميل وبرفكت وعالي جدا صراحة نشوف النتيجة الرابعة ولا اخيرة للمنتج نشوف الجمالية في العزل وفي التركيز على المنتج صراحة يعني ابداع هذا الموقع الموقع رح تركلكم طبعا رابط الموقع اسفل فيديو كما تعودنا انصحكم تجربون ادوات الذكاء الصناعي واتطورون نفسكم فيها وتمارسون على اساليب الادخال سواء موقع ميد جونيريا الخاص في تصميم الصور او موقع ليناردو اي اي او موقع بوليو الخاص بالذكاء الصناعي اي موقع خاص بالذكاء الصناعي كل هذه المواقع صنعت عشان تخدمكم وليس تتعارض مع مهنكم وتخصصاتكم بل هي تخدم تخصصاتكم وتخدم مهنكم في الاشياء اللي انتو تشوفونها او تشوفونها تأخذ كم كبير من الوقت عشان تنجزونها هذه الادوات رح تساعدكم في انتاج وسرعة الانتاج عندكم وتخفيف الضغط عليكم في طلب التصاميم انصحكم تجربونها لا تتنسوا الضغط على زر سبسكرايب والاعجاب ومشاركة هذا المحتوى مع الضيق لكم المهتمين في هذا المجال لاني في الايام القادمة ان شاء الله سأقوم بشرح الكثير من المواقع الاشياء والاشياء لتستفيد ويستفيد منها جميع المتخصصين والتقنيين والمهتمين في عالم الجرافيك والتصميم كان معكم ان شاء الله واراكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة